اخطبط يتغذى على نفسه لحماية صغاره بالطبع نعلم جميعا أن عالم الحيوان متنوع ومذهل للغاية فهو مليء بالكثير من العجائب التي تفوق حتى مخيلات البشر فبعض الحيوانات تمتلك قدرات غريبة للغاية للبقاء على قيد الحياة كحيوانات مثلا تقوم بتفجير نفسها ربما لو رأيتها ستصاب بدهشة شديدة أو ربما ستسرع لجلب كيس بلاستيكي لتقيئ به لكن قبل أن نبأ ننصحكم بأن تتوقفوا عن تناول الطعام أثناء مشاهدة هذا الفيديو أولا النمل نعلم جميعا منذ الصغر أن النمل يتمتع بقدرات رهيبة على الرغم من صغار حجمه فمادة الكتين المغطى بها النمل تجعله قادرا على تحمل وزن كيلوغرام كما أن النمل قادر أيضا على حمل مئة ضعف وزنه فوق ظهره في الواقع اتضح أن هذا ليس فقط أكثر شيء مثير بالنمل فعام 1935 نجح العلماء في العثور على نوع جديد من النمل وقد أطلقوا عليه لقب النمل الانتحاري وأعتقد أنه قد اتضح من اسمها سبب قيامنا بضمها إلى قائمة الحيوانات التي تنفجر ذاتيا فهو بالفعل نوع من النمل قادر على الانفجار تلقائيا فيقوم أفراد معينة من مستعمرة النمل بالتفجير ذاتيا لكي يضح بنفسه في سبيل المستعمرة بأكملها ويتواجد هذا النوع من النمل بجنوب شرق آسيا فيحتوي هذا النمل على غدتين متواجدتين على طول جسدها وتلك الغدد هي المسؤولة عن انفجار النملة ذاتيا إذا رغبت بذلك والهدف من ذلك هو حمايتها لنفسها أو غيرها من النمل من الحشرات المفترسة فتبدأ النمل في تقليص عضلاتها لتقوم فجأة بالانفجار تلقائيا فيخرج منها مادة لزجة وسامة وهذا يؤدي إلى هروب العدو أو ربما موته وبالطبع هذا قرار صعب بالنسبة للنملة لكنه فعال ثانيا سمك أبو الشص هل تتذكرون تلك الأسماك الغريبة التي تمتلك ضوءا فوق رأسها والتي دائما ما كانت تظهر بأفلام الرعب والخيال العلمي في الواقع كانت تلك أيناث أسماك أبو الشص وهو نوع نادر من الأسماك يعيش على عنق 4500 متر أسفل البحر وتختلف الناث تماما عن الذكور حيث يعتبر ذكر أبو الشص غير مخيف على الإطلاق فيتميز بصغر حجمه وبكونه ضعيفا أيضا وكل ما يفعله فقط هو البحث عن الطعام وللمقارنة بينهما فإن طول الأنثى أحيانا يتخطى المئة وعشرين سنتيمتر بينما يبلغ طول الذكر حوالي 16 سنتيمتر فقط ويكرس الذكر معظم وقته في البحث عن الأنثى لكن نظرا لشساعة البحر فإنه ليس من السهل العذور على الأنثى لكن في حالة نجاحه في العذور عليها فإنه سيظل خائفا من أن يفقدها يوما ما ولهذا ينصهر بها أجل تماما كما سمعتم ينصهر بها حتى يصبح جزءا من جسدها فيقوم الذكر بغرز أسنانه في جسد الأنثى حتى يظل ملتصقا بها بواسطة الفم وشيئا فشيئا يصبحان جسدا واحدا ومن هنا يقومان بالتخصيب كما أن أوعياتها الدموية تتحد أيضا بينما تتوقف معدة وغودة الذكر عن العمل لأنه لم يعد لهم أهمية بعد الآن وبالطبع تلك نهاية سعيدة بالنسبة للذكر لأنه لو لا الأنثى ما كان ليبقى على قيد الحياة لوقت أطول تستحق رسميا أنثى هذا النوع من فصيلة رأسيات الأرجل الحصول على جائزة الأم المثالية لكنها للأسف يطلق عليها هذا اللقب بعد موتها فقط سنحكي لكم من البداية بعد أن يقوم الذكر بتخصيب الأنثى تقوم بنفسها بإنشاء عش خاص بها حيث تقوم بإجراء حفرة في الأرض ثم تغطيه بالأحجار وبعد أن تضع أكثر من ثمانية آلاف بيضة فإنها لا تبتعد عن بيضها كأي حيوان آخر بل تبقى لحماية صغارها الذين لم يفقسوا بعد وتقوم برعايتهم وتنظيفهم بالمياه لإزالة الأشياء الغريبة والقاذولة من عليهم ولا تترك الأنثى العش ولو حتى لثانية واحدة وتتركه حتى لجلب طعام لها ولهذا فعندما يفقس البيض فإن الأنثى تكون على وشك الموت ولكي لا تموت قبل أن يفقس بيضها تقوم بالتغذي على نفسها لكنها على كل حال لا تعيش لوقت طويل أيضا ويكون الموت هو مصيرها رابعا النحل يعلم الجميع أن النحل من أكثر الكائنات المخلصة ولهذا فإنه ليس مستعدا لقتل نفسه لتلبية رغبة الملكة أو المستعمرة بل لتلبية رغباته فقط سنشرح لكم هذا يمتلك النحل في جزئه السفلي على إبرة وتلك الإبرة يتواجد بها غدد سم وهذا يعني أن الإبرة تلك تحتوي على مخزون من السموم ويبلغ طول الإبرة حوالي 2 سنتيمتر وعندما تشعر النحلة أنها في خطر أو أن هناك شيء يهدد حياة مستعمرتها فإنها لا تتردد أبدا في الهجوم فتقوم بغرز إبرتها داخل جلد عضوها وعندما تحاول التحليق للفرار ستجد أن إبرتها قد التسقت داخل جلد عضوها فتقوم النحلة بكل قوة بإخراج الإبرة حتى تنجح في ذلك لكي يخرج من الإبرة جزء من معدتها وبعد حدوث هذا فإنه لا يكون أمامها أي فرصة للنجاة بالمناسبة لا يحدث هذا معها إلا عندما تقوم بمهاجمة كائنات ذات جلود مطاطية كالبشر لكن إذا قامت بمهاجمة حشرة أخرى فإن إبرتها لا تعلق بجسد الحشرات الأخرى ولهذا فإنها في تلك الحالة لا تتعرض لضرر خامسا العناكب ها قد وصلنا الآن إلى المخلوق الأخير بتلك القائمة وهي أنثى العناكب ستيغود فيوس لينياتوس أو عنكب الصحراء ربما تستحق أيضا لقب الأم المثالية وذلك بسبب طريقتها في العناية بصغارها التي تعتبر مقززة ولطيفة بنفس الوقت وذلك لأنها تتحول حرفيا إلى غذاء لصغارها فخلال عملية وضع البيض تقوم الأنثى بنسج خيوط حول نفسها شبيهة بقرص دائري حتى تحمي بيضها من الخطر لكن الشيء الأخير الذي تفعله الأنثى قبل أن تضع بيضها بالكامل هو أن تقوم بإجراء ثقب صغير للغاية في النسيج التي صنعت وذلك لكي يخرج منه صغارها بعد ذلك يبدأ جسد الأم بالتحلل شيئا فشيئا حتى تتحول إلى مادة اللزجة لكي يتغذى عليها صغارها يبدأ وجهها بالتحلل أولا ثم سائر جسدها وعندما يخرج صغارها من اليرقات يقومون بالتغذي على جسد أمهم فيأكلون معدتها وأحشاءها الداخلية ثم بعد ذلك سائر جسدها بمعنى أنهم يلتهمون أمهم بالكامل ويتركون فقط الأربعة بالمئة من جسدها والغريب في الأمر أنها تظل طيلة هذا الوقت على قيد الحياة أي أنه إذا قام أحد بلمس أطرافها فإنها ستتحرك وتتوقف عن الحراك عندما لا يتبقى شيء من جسدها وفي النهاية تموت تلك الأم البطلة وتستغرق تلك العملية حوالي أسبوعين فقط وبعد انقضاء تلك المدة ستكون العناكب حينها قد نمت أكثر حتى تكون قادرة للخروج والعيش بشكل مستقل كان هذا كل شيء اليوم نأمل أن لا تكون قد فقدت شهيتك لكن لحسن الحظ انتهى الفيديو الآن أراكم قريبا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر